مرحبا بكم في فلاش سبور اليوم الأربعة منتعال العشية بتوقيت تونس في العاصمة الإيفورية أبي جون الموعد مع قرعة تصفية كأس العالم بالنسبة للقارة الإفريقية المونديال بالنسبة للفين وستة وعشرين اللي بش يتلعب في أمريكا المكسيك وكندا 54 منتخب يتوزع على 9 مجموعات كل مجموعة فيها 6 منتخبات يترشح كل منتخب جاء في المركز الأول من مجموعته مباشرة للمونديال وأفضل 4 منتخبات في المراتب الثانية يلعب ملحق إفريقي والفئز منهم يلعب ملحق عالمي بش نعطيكم المستويات قبل العملية القرعة بالنسبة لليوم المستويات من 1 حتى 6 المستويات الأول فيه منتخبنا الوطني التونسي المغرب السينيغال الجزائر مصر نيجيريا الكاميرون مالي وساحة العاج المستويات الثانية بوركينفاسو غانا جنوب أفريقيا رأس الأخضر جمهورية الكونغو الديمقراطية غينيا زنبيا القابون غينيا الاستوائية والمستويات الثالث أغندا الابنين موريتانيا كينيا الكونغو مدغاشقر غينيا بيساو نميبيا أنجولا في المستوى الرابع المزنبيق غانبيا سيراليون التوغو تنزانيا زنبابوي جمهورية أفريقيا الوسطى مالاوي وليبيا وفي المستوى الخامس النيجير جزر القمر للسودان رواندا بوراندي أثيوبيا سواتيني بوتسوانا وليبيليا وفي المستوى السيدس والأخير لزوتو جنوب السودان موريشيوس لتشاد سانتومي وبرانسيب جيبوتي لسيشيل إريتيريا ومنتخب السومان الاتحاد الدولي لكورتالي قدمة لفيفا أعلن اليوم على نصيب الأندية التونسية من مشاركة لاعبها في مونديال قطر الفين واثنين وعشرين للتراجر هذا التونسي بشيء يحصل على خمسمية وخمسة وعشرين ألف دولار النادي الافريقي ثلاثمية واثناش ألف دولار النجم الساحلي مئتين واثنين وستين ألف دولار النادي السفاقسي مئة وسبعة تسعين ألف دولار والاتحاد المونستيري كما للسيساس مئة وسبعة وتسعين ألف دولار هدف البطولة الافوارية دي بي بيرانجي قريب برشة من الانضمام للنادي الرياضي السفاقسي مهاجم فريق سان بيدرو يوصل اليوم لتونس من المنتظر أن يجلس إلى مسؤولية السيساس للاتفاق على تفاصيل العقد بيرانجي سجل 14 هدف الموسم اللي فات مع فريقه وكان محر رغبة من فريق الوداد المغربي والرجاء البيضاوي الاتحاد المونستيري أعلن تعاقده مع المدافع الافواري ناود زيجي بعقد مدتو ثلاثة سنوات اللعب يشغل خطة مدافع محواري والعب الموسم الفارض في فريق سان بيدرو الافواري الهيئة المديرة للاتحاد الرياضي بتطوين التفقت مع المدرب وجدي البوعزي الشرف على تدريب الفريق بداية من الموسم الجديد البوعزي تحول اليوم إلى تطوين وانهار الاثنين بشقود أول حصة تدريبية ليه على رأس الفريق بطلة الثلاثين سالة تونسية أونس جابر تلعب اليوم ماضي ثلاثة نصف نهائي بطولة وينبلدون للتنس أونس بشتواجه البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة للثانية عالميا مباراة منقولة على شبكة قنوات بين سبورت تلاشة فور قدمهكم هيني براهمي أكثر أخبار وتفاصيل كالعادة عسي تردبون في بوعد يونفين بوان نت توجيك معزب غربية في برنامج هون